قتل حارس أفغاني في تبادل لإطلاق النار في ساعة المبكرة من صباح اليوم في مطار كابل وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن قوات الألمانية والأمريكية قد تدخلت في أعقاب الحادث وأوضح الجيش الألماني على تويتر أن تبادل لإطلاق النار قد وقع بين حراس أفغان ومهاجمين مجهول الهوية عند البوابة الشمالية لمطار كابل مما أدى إلى مقتل حارس أفغاني وإصابة ثلاثة أخرين ويشهد مطار كابل فوضى مع تضف وقع عشرات الألاف من الأفغان والأجانب إليه سعيا للفرار من أفغانستان وذلك بعدما سيطرت حركة طالبان على البلاد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية وسعت حدود مطار كابل في إطار جهودها لتسريع إجلاء أمريكيين وأفغان ومواطنين دول حليفة وأضف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أنه لا يزال يخطط لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول الحادي وثلاثين من أغسطس الجاري هناك محادثات تجري بيننا الآن ومع الجيش بشأن التمديد نأمل بأن لا نمدد ولكن ستكون هناك محادثات أتوقع حتى نرى طبعا ماذا تقدمنا لن أتحدث طبعا عن التغييرات التكتيكية التي نقوم بها نحن لدينا لقد زدنا طبعا فرصة الوصول إلى المطار حتى يصل الناس أكثر وبأمان طبعا العملية خطيرة ولكن لن أخوض في تفاصيل أكثر أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن القوات الأمريكية والمدنيين الأبرياء في مطار كابل أشار إلى أن المواطنين يواجهون خطر الهجوم من تنظيم داعش الإرهابي على الرغم من تأمين محيط المطار بشكل كبير تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان هو عدو قوي لطالبان وفي قتال بعضهم البعض لكن طالما لدينا قوات على الأرض فإن هذه القوات والمدنيين الأبرياء في المطار يواجهون خطر الهجوم من التنظيم الإرهابية على رغم من أننا نؤمن محيط المطار بشكل كبير لقد أجرينا عدد من تغييرات بما في ذلك توسيع نطاق الوصول إلى المطار والمنطقة الأمنة قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إن الولايات المتحدة تركز حاليا على رهود الإجلاء الجارية في أفغانستان وحسب ما ذكرت وكادة الرئيس فقد أكدت هاريس خلال زيارتها لسنغافورة أن أولوية الإدارة الأمريكية حاليا تتركز على إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر وخاصة النساء والأطفال معربة عن أملها أن لا تصبح أفغانستان بؤرة للإرهاب مرة أخرى قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساب إن قرابة عشرة ملايين طفل في جميع أنحاء أفغانستان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المسؤولة الأممية توقعت أن تزداد الاحتياجات الإنسانية للأطفال والنساء خلال الأشهر المقبلة وسط الجفاف الشديد وأكدت أن الملايين بحاجة لحملات التطعيم المنقذة للحياة ضد شلل الأطفال والحصبة من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إن 500 طن من الإمدادات الطبية كان من المقرر تسليمها لأفغانستان هذا الأسبوع تعطلت بسبب القيود المفروضة على مطر كابل وتشمل معدات جراحية وعلاجات للالتهاب الرئوي عند الأطفال ترجمة نانسي قنقر